وزارة الصحة الموريتانية تخليد من ولاية وكشوط الشمالية اليوم العالمية للسل وسط مشاركة منتخبين محليين ومسؤولين بمنظمة الصحة العالمية وفاعلين في الحقل الصحي في البلاد أبرز جوانب من جهود الدولة وشراكيها في تحقيق نتائج عدوها مهمة في مكافحة المرض وتحدث لمن العام لوزارة الصحة خلال الانطلاقة المدينة بتخليد اليوم العالمي للسل عن أن السل الرئوية ما زال تحد نيواجه الصحة العمومية في البلاد واستعرضت وزارة الصحة جوانب مما قالت إنها جهود كبيرة بذلت من أجل مكافحة المرض ومكنت من تحقيق نتائج وصفتها بالمهمة وبحسب بيانات وزارة الصحة فقد ارتفع معدل اكتشاف حالات سل من 65% سنة 2020 إلى 72% سنة 2022 إضافة إلى ارتفاع معدل نجاح العلاج من نسبة 74% سنة 2020 إلى 83% عام 2021 كما انخفض معدل الإصابة بمرض السل من 87% لكل 100 ألف نسمة عام 2020 إلى 81% لكل 100 ألف نسمة عام 2022 وشكلت الاحتفالية المخلدة لليوم العالمي للسل مناسبة استعرض فيها مسؤولون صحيون جهود الحكومة الموريتانية في هذا المجال من حيث ضمان التشخيص الكامل والمجاني وتوفير الأدوية الفعالة على حين حث عمدة بلدية توجونين على تكثيف جهود توعية والتحسيس ذاكرا أن تشخيص المبكرة يعد السلاح الأنجع للقضايا على هذا المرض فيما أثنت موثلة منظمة الصحة العالمية بجهود موريتانيا التي أكدت أنها حققت نتائج مهمة ويحتفل العالم سنويا باليوم العالمي للسل من أجل إبراز أهمية الرافع وتحسيسه بمستوى وعي الجمهور بالعواقب المدمرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتراتبة على وباء السل من جهة ولإبراز الجهود المبذولة بشأن القضايا عليه من جهة ذانية ويحمل عنوان تخليد اليوم العالمي للسل هذه السنة شعار نعم يمكننا القضاء على السل وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن مرض السل لا يزال من أشد الأمراض فتكا في العالم حيث يحصد يوميا أرواح ما يقرب من أربعة ألاف وخمسمائة شخص ويقع في باراثن الإصابة به نحو ثلاثين ألف شخص وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية